افادت وسائل اعلام اسرائيلية ان بلدية الاحتلال في القدس تدفع باجراءة المصادقة على مخططات للبناء في المستوطنات الواقعة في القدس المحتلة قبل دخول الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في العشرين من كانون الثاني المقبل وسيتم تنفيذ هذه المخططات في مستوطنات هارحما وقفعات هاماتوس وعطاروت واشارت وسائل الاعلام لان مخطط البناء في قفعات هاماتوس كان مركز الخلاف بين حكومة الاحتلال برئاسة نيتنياهو وادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما لانه سيطوق بلدة بيت صفافة من جميع الجهات فيما يرى الكثيرون انه سيقضي على اي امكانية لتقسيم القدس في المستقبل من جانبه قال الباحث في مجال الاستيطان في القدس في المنظمة الحقوقية عير عميم افيف تاتاريسكي ان حكومة نيتنياهو تستغل نهاية ولاية ترامب لتنفيذ خطوة خاطفة قد تقيد اسرائيل وتمنع باي ثمن تسوية سياسية مستقبلية من خلال استغلال تغير الادارات المتوقع في الولايات المتحدة وابعاد الامل الذي قد يجلبه بايدن اتجاه حل محتمل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني